السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني العزاء في هذا الدرس الجديد وهو طريقة تخيط المعطة كما ترون سيدتي سادتي سوف نبدأ الان على بركة الله في شرح طريقة تخيط المعطة وهو كالتالي نقسم التوب نقسم عرض التوب على اثنين ونضع رشم كذلك في ما يسمى ببلاكيتا او البانضا فكنقسموها تيالجوج وكنحاولو نحط الرشم فوق الرشم ونضع حسابنا بانه هناك شريب للمكينة فبالتالي نقوم بتزييد على المكان الذي يجب ان يكون فيه ثم نبدأ في الخياطة في المكان الذي وجدنا هذا ينفع في اه ان التوب اذا كان فيه زواقه مثلا في قنط ستاري فانا انها تذهب الى القنط الاخر المستقيمة وليكن هناك اعوجاج المهم كما رأيتم نبدأ في الخياطة الى ان نصل الى قنط شما نعيد الدوران الامر جيد سهل فقط يعتمد على بعض اه يعني الاستمرارية كما ترون التنية الاولى والتنية التنية وضع اذكر ان هنا هي تلمية ظهر بلاستيك وهناك تلمية ظهر بسنسلة اللي غازجي ان شاء الله فيه دروس قادمة بحول الله كما ترون نستمع في الخياطة ترون ان عندما نصل الى الكوان دي الخياطة سنخليه سنتيم تنبطو البراء هذا لكي البراء كتشتلينا البلاصة بعدما تنعز السبات ما كتتحركش من البلاصة لاحظو اراقم بها دائما اقوم بها عندما اصل الى الكوان او القنش ديال الزاوية الخياطة فاناني هو بطل البراء قبل نهاية بالسنتيم ثم اضع ثم اضع الرجال اخرى وكشان نكملو الخياطة كما شرون البانده ده بوجده خياطة ما بقى لنا غيء لاستيك طلما اطاكي ما كتشوفو ماشي صحيبة فالعمل اليالا لاستيك نحاولو نتنيوه ونضيرو على اللار اطمو كدو اه تتم خياطة يوعي علىشكل بحل شكل倍 ناستمر في خياطة اعنين امكان نخرجو بتلاشين سنتين على الكون ديال الخياطة تم الدخول في البلاكيطة ومن الجال اخرى ايضا يمكننا ان نخرجو 30 سنتيم تمنى الفيديوهات يكونوا كيفيدو الاخوان كنوكم مدعمونا بلايكات وكمونترات وهاشي غينفعنا باش نحاولو نحسنو هاد المنتوج اللي كنقدمو لمن ناحية جودة الصورة او جودة الصوت كما ترون تتمستمرو في خياطة تلاستيك بطريقة اللي قلت لكم عليها الى ان تخرج من ب30 سنتيم بعد الكوان الان وصلنا الكوان سوف نخرج تقريبا كما ترون تلميطة سالة الخياطة ديالة ونفس الشي اجيال اخرى نفس الطريقة اللي تبقنا في الجهة كانت تبقوها في الجهة اخرى وكنتعطينا الناشيجة اللي تشوفو دابا كما تشوفو طلما اعطاك اللبسوها على ستاري اعطاك اللبسوها على ستاريخ اقسم يكونوا تساوين في الزوقة مع القناة الاخرين ربما سيضع هذا هذا قليل عندما هذا بالنسبة لها هذا الحزام فهو يمكن استعماله من اجل خصوصا في طلميطات الطويلة وهو يساعد على سحب التوب من الاسفل كما كتشوفو طلميطة اياه هذا الزوقة مستقيمة وشكرا على المتابعة والى حلقة جديدة ان شاء الله لا تنسوا اشتراك في القناة والتغط على لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته